بالنسبة للسؤال الاول اجماع المحايات دي والبخرات دي الرسول ما عمله صلى الله عليه وسلم يعني كونه ات تكتب القرآن في لوح واللوح ده تحت السكن تنزل في موية وتديها للمريض كمحاية الكلام ده ما وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وكونه تكتب القرآن في ورقة وتديه تخده تخده في نار وتتبخر به كبخرة ده ما وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام واي شي في الدين ما وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام انت مبجوز لك تعمله في الدنيا بجوز تعمله في الدنيا تشرب ببسي تأكل طحنية تأكل مخبازة حلال ما دي شنو حاجة الدنيا زاي لكن كدين مبجوز تتقرب لالله إلا بيشي وارد في الكتاب والسنة الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه يعني أنه مردود عليه طيب الرغية النافعة كيف الرغية النافعة جماعة تقرأ القرآن وتنفس في المريض يعني أنه بتقرأ ليه وتنفس ليه وتنفس فيه ديناها أفعة أو تقرأ وتنفس فيه موية تنفس فيه موية وبعد ذلك يشرب شنو الموية يقول بسم الله ويشرب الموية الفرق بين الموية اللي بتنفس فيه وبين المحاية شنو المحاية ده بحطه السكن ذاته تعلوح بحطه في شنو في المحاية كنوع من أنواعه أما ده إنت بتقرأ القرآن وتنفس فيه فيه متى الفرق شنو فيه متى الفرق أيوة الدليل عليه أنك تقرأ قرآن وتنفس في موية العلم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثلاث مرات ويقرأ سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات ويقرأ سورة الناس يا مرة مرة يا المين ثلاثة بحسب الحديث ثم ينفث على يديه ثم ينفث شنو على يديه ويمسح ما استطاع من جسده ده لما نيجي شنو ينوم فاستدلوا عليه شنو على مسألة النفس يعني أنت تنفث وبعد ذاك أنت تشرب الموية أو تقرأ في المريض وقل أعطوا الشيطان شوف إن ما تبدأ القراية شيطان براه شنو بيكور يقل أحنا جربنا شوفنا ناس من الغليون واحد مرة تلقاء هذه مرة تتكلم معاك ما ترغلي ما ترغلي يجوه في حاجة مما تبدأ القراية صوته يتقلب صوت راجل ده ده الشي في الدبع بده شنو بده يظهر ويقول لك هو كفا كفا إنت ما تتونس معه لما يقول لك كفا ما تقول لي أنتوا ساكنين وين وفي البحر وكذي في الناس عندهم هواس دار يتونسوا مع الشياطين إنت ما تتونس معه لأنه الخلي يكورك شنو القرآن حرقه صح ولا ما صح إنت تردمه الزول اللي شوفت قدر ما يكورك تردمه بس تقرليه تقرليه بعده تحافظ عليه صلاتك واحد من الشباب براحك عليه قال لي أنا يوم ما صليت الصبح جابوني أرخي لزول قال صليت الصبح مدخر قال أسناه ما بقرأ الشيطان استحضر قال قال لي أه وأنت تقرأ لي أنت الصبح ما صليت مالله مالله أشكي أنت ما تلعبتها لقد امتلف لك حاجة وتمشي تقرأ لزول ده بيكشف حالك ولكن أنا شفتك في الزقاق لفيت أنا كنت قاعد جنبك وإذا كنت شنو باختصار شديد جدا إنت تقرأ وتنفذ في المريض تنفذ فيه أو تقرأ في موية وتدشنو يشرب قال الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ترجمة نانسي قنقر